هو 25 جوليا كان بمثابة الزلزال يعني الحق يقال أزال كابوسا لكن بعد ذلك بدل حال 25 جوليا هو المفروض أن يكون مشروع لكل التونسيين والذين خرجوا تأييدا لما قام به رئيس الجمهورية وتفعيل الفصل 80 كانت عندهم مطالب وتشكيات من الأوضاع غلاء المعيشة البطالة وخاصة الصراع بين مختلف أجنحة السلطة ومؤسسات الدولة التي كانت تعيش حالة عطالة إلى جانب الظروف الصحية كوفيد وشفنا الوضع الصحي الكارثي المستشويات و25 ألف وفات فكل الشروط كانت متوفرة لتفعيل الفصل 80 ومواقعها لا يشكل قناعتي أنه لم يكن انقلابا ولكن السيد الرئيس للأسف أنه خذلنا ينوزات رهي جولي ريبات ينوزات رهي توانسة وحوله من مشروع لكل التونسيين لتمرير مشروعه الخاص بعد الأعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء تعتبر هذه مواصلة فيما وصفته أنت صغير الزكراوي بالخذلان؟ لا أكيد وماظن في مغامرته بل ليس مشروعه مش مشروعه هي مغامرة خاصة عواقبها ستكون وخيمة على التونسيين في الأشهر والسنوات القادمة أن استمر هذا النظام لأنه سيد الرئيس كما لاحظتم في كتابته للدستور في تمشيه الانفرادي الأحادي في فرض سياسة الأمر الواقع والمرور بقوة ووضع التونسيين أمام الأمر الواقع هذا أخرج الدستور الذي كان جاهز منذ أشهر علش سيد الرئيسي ضي عنا عام كامل فيما لا يعني في أسليب المخاتلة واستنزاف التونسيين وبعد قول هاو دستور ويعمل هاك المسرحية متاع الحوار ولجنة ويهين نخب البلاد يعني إهانة للعميد وأستاذنا صدق بالعيد إهانة كبيرة تلقاها يعني في آخر في عوض يقع تكريمه وتقع إهانته من أجل أنه هذاك علش أنا سيد الرئيس لا يحقه الآن أن يتحدث عن الأخلاق اللي أنا رسيد شنو هو رسيد أخلاقي فقد الرئيس أصبح يمارس السياسة السياسوية وما فيها من انزلقات صغير الزكراوي لو قبر الرئيس الجمهورية قيس سعيد بالمسودة اللي تقدم له بها العميد السيدق بالعيد نهار 20 جنوى الفارض كنت رؤيتك ونظرتك للمسار السياسي ككل بش تتبدل؟ لا 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 ما تبدلش شتو قد نفس لا هي نفسها أنا بالنسبة لي أنا أنا عبرت أنا قلت السيد الرئيس سيد الرئيس كن ربانا ولا تكون قرصانا سيد الرئيس اختار أن يكون قرصانا خذنا رهاء عنده واليوم التوينسة ما يعرفوش وين ماشين ألا نعرفون ماشين وين ماشين صغير زكرا ولذلك نحن رهاء وسيد الرئيس أصبح قرصانا هذا في السفينة إلى حيث يريد هو نحن طلبنا منه بشيكون ربان سفينة يقولنا أين نحن نريد أن نرسي ماذا يريد رئيس الجمهورية هو بالاختصار هو النظام القاعدي ومع ظل في تثبيت أركان النظام القاعدي موجود أحكامه في الدستور في بعض القوانين البارحة كانت بعته يقولوا محاولة تفعيل وإخراج النصوص المتعلقة بالاقتصاد التضامني الاجتماعي نساوي المسئلة الصلحة الجزائي وهذا بتبعي الحال من بين نحن لسنا ضد الاقتصاد التضامن الاجتماعي بالعكس موجود في كل البلدان ويجب أن يكون موجوده ولكن السيد الرئيس له هدف من خلال ذلك وهو أبا تبا تحال أحد أركان النظام القاعدي رأوا السيد الرئيس لا يؤمنه هو ادخل بالديمقراطية التمثيلية ولكن في قناة نفسه لا يؤمن بها طلعوا على أدبيته هكذا نص موجود طلعوا على حواره في 2019 منشور في الشارع المغارب لا يؤمن لا بالأحزاب ولا بالديمقراطية التمثيلية ولا بالأجسام الوسيطة بما فيها النقبات وأحزاب ونخب رئيس أهانا كل القطاعات ولكن أخير الزكرة أهانا القضاء أهانا القضاء أهانا النخب لأنه ما معنى أنك تترفع عن الحوار ما معنى هذا احتقار وأنا أشوف أقول لك الرئيس رئيس متألة يعتبر نفسه مبعوث العناية الإلهية بشير